مرحبا مواليد برش الأسد معكم كارمين شماس كيف بدي يكون الأسبوع من الثانين عشرين للأحد ستة عشرين شباط فبراير شوفي عنا بهذا الأسبوع أنا بعتبره أسبوع كتير مهم لمواليد برش الأسد أول شي لأنكم خلصتم من تأثيرات معاكسة الشمس للكون والأمر بطل ببرج الدل وكمان خلصتم منه دخلتم إلى مرحلة أفضل أنا حكي عنا ببرشكم الشهري نحن هلأ موجودين من الجزء الثاني رجاءً بتلاقوا الرابط الفيديو والحلقة بعلبة الوصف بتقدروا تسمعوا شو نطركن بالجزء الثاني بشكل عام المهم الأحوال الفلاكية كيفية في عنا أمر جديد في برش الحوت البيت الثامن وفي عنا كوكب الزهرة والمشتري فيه بالنسبة للكون البيت التاسع هاي ده مسألة كتير حلوة خلونا نبلش نشوف الأحوال الفلاكية كيفية التنين والتلاتة العالم كله تحت أثيرات الأمر من أمر جديد في برش مائي برش الحوت أول درجات برش الحوت طبعا على صعيد عالمي هي تأثيرات كتير مهمة ومميزة وإلى معنى صاخب بهذه الفترة من الزمن لأنه الكرة الأرضية كلها عم تتحرك فيمكن هالأمر الجديد موجود ببرش الحوت وأنا مش عم بعطيكم توقعات لأنه هلأ موقفة توقعات العالم كلها بحس أنه إذا واحد حكي العالم بتنقذ لكن رح زدتها المعلومة أنه الأمر الجديد ببرش الحوت دايما تأثيرات الأمر الجديد تأثيرات الأمر الفول مون غير الكسفات مهمة جدا للأرض للكرة الأرضية للطبيعة وبالتالي هالأمر الجديد في برش الحوت ووجوده مع نبتون في برش الحوت ويعني في عدة عناصر فلكية عوامل فلكية فينا نقول أنه هذه فترة فينا ننطر أنه كانت العواصف كانت العسير الفيضانات مهمة لأنه كتل مائية وكمان البحار والمحيطات لذلك على كل من لكن على صعيد شخصي التنين والتاليطة بنسبة لألكم هالأمر الجديد بيقلكم انتبهوا ركزوا على أموركم الإدارية العقارية الأمور المالية المصرفية هالأمر الجديد بيقلكم حان الوقت لحتى تقرروا على شيء ما وشيء مهم لأنه صفحة جديدة أمر جديد معينة صفحة جديدة لألكم وهذا شيء مميز الأربعة والخميس هني أحلى يومين بهالأسبوع لأنه الأمر موجود ببرش الحمل مع الزهرة ومع المشتري تأثيرات ولا أروع من هيك تأثيرات ممتازة تأثيرات رائعة تجعل هذين اليومين من أجمل أيام يمكن من أول شباط لهلأ لذلك موليد برش الأسد ما عنكن عذر أبداً لتقوله الأمور مش ماشي حالة بالعكس ماشي حالة وحبتين مسك مش حبة تمسك بس وكلكم رح بتكونوا محظوصين بهاليومين بينما الجمعة 24 سبت 25 الأحد 26 الأمر موجود ببرج الثور ابتداءً الجمعة 10 ونص صباحاً توقيت بيروت حتى الأحد 6 لمسا توقيت بيروت فترة وجود الأمر في برج الثور هو بمربع مع برجكم لكن لما لنا فترة سلبية هي فقط عم بتقولكن أنه حاولوا موليد برج الأسد أنه بسطوا وفرحتوا وماشي حالكم في بعض القصص ما لازم تناموا عليا ما لازم يعني تغضوا النظر عنها في أمور مهمة ما يكونوا تشتغلوا عليا وبتقدروا تشتغلوا عليا قد تظهر بعض المسئوليات الكبيرة أو الصغيرة وأنتوا أدوا أدود فما تعتلوها لذلك مشوا حالكم بالتي هي أحسن وبعدوا عن المشاكل مش وقته أبداً موليد برج الأسد تخلقوا مشكل من لا مشكل أوكي طولوا بالكم بعض موليد برج الأسد يمكن يطلع لهم ويحصلوا على فرصة ثمينة مهنية أو غير مهنية الساعة ستة المساء توقيت بيروت بيروح الأمر لبرش الجوزاء وتبلشوا ترتاحوا لحتى تبلشوا يوم الاثنين سبع عشرين من طريقة أفضل يلي عم بيتابعني من القارة الأمريكية من الصبح أو من الظهر رح بيكون الجو عندهم مرتاح أكتر لأنه بيلحقوا الأمر برج الجوزاء بموقع مريح الموليد الأكثر حظاً كلكم محظوظين الأربعة والخميس الشكل الخاص 1-2-3 أب أغسطس يلي لازم يضلوا حذر هو مولود 21-22 أب أغسطس هيدا سحال والزهرة رح بيساعد شوي مواليد شهر تموز يوليو بيتمنى للجميع أسبوع حلو إلى اللقاء باي باي